السلام عليكم عاملين ايه? ان شاء الله تكونوا بقى الفخير. النهاردة هتكلم معكم عن محفز ومخصف طبيعي. مية في المية يعني ما فيوش اي حاجة صناعية خالص. المخصف والمحفز ده الطبيعي ده بيزود لنا طبعا انتاج البيد. وكمان بيخلي النتيات اللي ما كانتش شغالة تشتغل على طول. وكمان بيمنع بامر التمليح عند الطيور. وبيخلي البيد البريشتر تبقى اشرتها حلوة مزبوطة. بيكمان بيكبر حجم الغليل. بيخلي الطيور عندنا اه تبقى عندها كده اه نفسها مفتوحة على الاكل. والمكون ده رخيص مش غالي. احنا ممكن نكونه مع نفسينا. هو كلها حاجات طبيعية. يعني بصوا مية في المية حاجات طبيعية. وسعره مش غالي. المحفز والمخصف ده بصوا يعني هيعمل شغل حلو جدا جدا مع الطيور. وخصوصا بقى يعني الطيور اللي مش شغالة حلوة قوي. الطيور اللي بنبقى نعين همها. دي مش شغالة النهاردة. شغالة العش ده مش شغالة العش اللي اللي وراه. النتيات بتتعطل معانا في السكة. المكون ده اول من الخلطة اللي هنعملها دي للطيور بتاعتنا حلوة جدا جدا. بصوا هي الخلطة دي احنا ممكن نجيبها جهزة او احنا نعملها على ايدنا. لو هنعملها على ايدنا عندنا في فيديو هيطلع في حرف الاي فوق. اللي فيه كتير بيسألوني ايه حرف الاي يا ضحى. حرف الاي دي علامة بتطلع في الشمال من الفيديو تقريبا انا مش عارفة يبقى عندكم بالعكس. حرف الاي بالانجليش. بيبقى مكتوب فيه جنبها آآ اسم فيديو انا برشها لكم. ده بيكون مكمل ليه الفيديو اللي بنتكلم عنه او الموضوع اللي بنتكلم عنه يعني. تمام كده? طيب. بصوا بقى. المحفز والمخصب ده وكمان بصوا بصوا قبل ما اتكلم في الموضوع ده. اللي عايز يعرف الفرق ما بين المحفز والمخصب انا لكم عليه دلوقتي. ولكن اللي عايز يسمع بقى المعلومة باستفادة اكتر وبعلم اكتر او يعني بدراسة عميقة شوية في فيديو يتلعب برضو في حرف الاي بيتكلم عن الفرق ما بين المحفز والمخصب. اللي بصوا بقى. المحفز ده اللي بيخلي كلمة محفز دي الحاجة اللي بتخلي الطيور عندها رغبة شديدة في التزاوج او بمعنى اصح اللي ما بنبقى عايزين ان الزكر يعني يبقى محفز للتزاوج. اما المخصب فهو ده الحاجات اللي بنيديها لطيور عندنا عشان تزاود. الحيوانات المنوية عند الدكر وتقوي وتزاود عن قود البيت وتشغل المبايد عند النتيات. فلازم نعرف دي كده باختصار. تمام كده الفرق ما بين المحفز والمخصب. الخلطة بقى او المحفز الطبيعي اللي مية في المية ده اللي هيزاود لنا انتاج البيت بصوا بسيط بسيط جدا جدا ولكن احنا بنضيف عليه شوية مكونات من عندنا بقى من البيت. بصوا هو بيتكون من ايه? بيتكون من رمل سواء رمل بحر او رمل بنا ما فيش مشاكل. هي خلطة التحديق يا جماعة. بس خلطة التحديق دي مكوناتها انا بزود عليها شوية حاجات. بتزودي ايه? هقول لكم. انا بزود عليها حبوب طاقة. اساسي ان انا زود عليها نوع ونوعين من حبوب الطاقة. لازم لازم ازود عليها حبوب الطاقة. فانا في الغالب يعني ممكن ازود بزرك التان اللي بحبهم يعني لما بحب ازوده. بحب بزود شوية تشوفان عليها. طبعا بحب احط شوية منه الكرتم. واللي ما يعرفش الكرتم ده ايه? هو بصوا لب كده صغنونة. هي بصوا حاجة مهمة قوي قوي للطيور برضو اللي عايزين يعني تعرفها عشان وقت الفيديو. باستفادة هترجع برضو لحرف الاي او هيطلع في في شاشة النهاية للفيديو فوقت القرتم ايه للطيور. ولكن نخلي بالنا ان فيه فرق ما بين القرتم وما بين او القرتم وما بين اللب الاسمر او اللب الاسود دوت الطويلة. انا بفضل ان انا اقدم لطيوري اللبة اللي هي اللي انتو شايفينها دي. ليه? اولا ما بتقصرش يعني ما بتخصرش معايا حجمها حلو قوي فمش بتهدر معايا مع الطيور حاجة. بيأكلوها كلها. اه في نفس الوقت سعرها هي تقريبا اربعين جنيه برضو نفس سعر اللب. وبعدين احتمالات ان هي تسوس او يجي فيها حشرات اقل شوية من اللبة. اللب اللي هو الاسمر. ليه? لان بيبقى دي دخلها شوية مرارة. واخدوا بالكم من حاجة ان اللب اللي هو الاسود العادي اللي هو اللي بيسمون لب السوري اللي غير مملح. ده احيانا بيسيب الطيور عندنا بالتلييس. فاخدوا بالكم النقطة دي اما القرتم. ما بيسيبش الطيور بالتلييس لان فيه مرارة شوية والمرارة دي بتسحب اي دهون عند الطيور. نرجع تاني للمحافز المقصب الطبيعي مية في المية اللي بيزود الانتاج. بضيف على خلطة التحديق. خلطة التحديق ده جماعة لازم لازم تحطوها للطيور بتاعتكم. ولكن بشيل منها لو انا عندي طيور بتاخد اي مضادة حيوي او بتاخد آآ علاجات. بشيل منها زي ما انا قلتلكم قبل كده في الفيديو اللي فات بشيل منها الفحم. لان الفحم بيخلي الطيور عندنا آآ آآ يعني ما تمتصش العلاج بتاعها. تمام الفحم يا جماعة. قدموا الفحم لو الطيور ما عنداش مضادات حيوية بنستخدام. طيب الخلطة التحديق دي انا ضيف عليها معلقة خميرة بيطرية. دي اساسي معي لازم اضيف خميرة بيطرية. ولكن لو عندي طيور تعبانة تعبانة عيانة يعني مش مش خفت خلاص عيانة ما بضيفش الخميرة البيطرية. كمان بضيف عليها آآ معلقة صغيرة من الاملاح المعدنية برضو بجيبها بيطرية من عنده الدكتور. البيطاري. آآ كيس تقريبا في حدود تلاتين جنيه ممكن يقعد معانا سنة بس نبعده عن الرتوبة. بيبقى حلو جدا. بضيف عليها ايه كمان? بضيف عليها كيس تاني من الاحماد. والاملاح المعدنية. بتبقى حلوة قوي برضو ان احنا نضيف المعلقة دي للخلطة دي. في هواء في يعني ما حلات بتبيع خلطة التحديق دي بس اعتقد هما بيقولوا والله اقال ان عليها املاح واحمد وعليها لكتلفورت بس انا لما دققت فيها ملاقيتش الكلام ده. فالافضل ان احنا نجيب الخلطة دي ونضيف عليها المكونات اللي انا بقولكوا عليها دي. آآ بضيف عليها ايه? بضيف عليها يعني سنة صغنونة ربع معلقة ممسوحة من الملح بتاع الاكل. والاحلى والاحلى بقى جماعة والله يخدوها مني ثقة ان احنا نضيف عليها معلقة من الايمجرون. لو عندنا الايمجرون عندنا في البيت خلاص دفوه. ليه لنفيه سنائي فوسفات السوديوم وده بيزود يعني بيزود انتاج البيت وبيحسن من الانتاجية مية في المية. طيب مش عندنا عشان نلتزم بان هي خلطة طبيعية مية في المية خلاص اي دي الخلطة اللي انا بقولكوا عليها. بضيف كمان عليها آآ بقولكوا لو ما فيش اللي هي الايمجرون بضيف عليها معلقة ملح صغنونة من ملح الاكل بتاعتنا بتبقى حلوة جدا. آآ ممكن اضيف عليها شعر صغنونة معلقتين تلاتة من الشفان المطحون بتبقى روعة. او كمان بضيف عليها كنت عاملة خلطة اسمها خلطة الجنباري اشر الجنباري. لو متاح عندي الخلطة دي او الاشر الجنباري اللي انا طحناه ده. عندنا علبة كنا عاملينها يا جماعة افتكروها. اطلع لكم برضو في الايفو. طحفة اوي او مش بروح اجيب جنباري بقى واعمل الكلام. لا يعني اكلة جنباري زبطنا بيها البيت كده. باخد الاشر و بزبطه بطريقة معينة وبقدر استفيد به مع اشر البيت للطيور بتاعتنا. بضيف كل المكونات دي للخلطة الحبوب عندي او بضيفها في اكلة منفصلة لو حابين. انا اوقات بعمل كده اضيفها على الخلطة او اوقات كمان وده في الغالب الاكتر بضيف في اكلة لوحدها لخلطة التحديق دي. احيانا بصوا بقول احيانا بضيف منها على الوجبات الطرية. وانا بحب الطريقة دي يعني واتمنى ان انتم تجربوها. ببقى ضمنة بامر لو هم بياكلوا الوجبات الطرية. ببقى ضمنة بامر ان هو الطيور عندي كلتها وتزبطت. وببقى ضمنة ان هي ما هتضروش منها. في كمان هقول لكم على نفس الخلطة دي بس مكوناتها ممكن تكون اقل شوية كده الله اعلم يعني اسمها الفا جريت. الفا جريت دي حلوة قوي برضو حلوة بس هي مشكلتها نسعرها زيادة شوية في حدود ستين سبعين جنيه بس الكيس يعني بصوا في حدود نص كيلو كده. في مكونات كتيرة من اللي انا بقول لكم عليها دي دخلية. فبرضو ممكن تضفوه على الحبوب وممكن تضفوه على الوجبات الطرية. هتقولولي هضيف منه قد ايه على الوجبات الطرية? انا عن نفسي على وجبة الكيلو. بالنسبة للعدد اللي عندي بسم الله ما شاء الله من الطيور. بضيف في حدود معلقتين عليه للكيلو من الوجبات الطرية. تمام? طب هضيف ايه منه على الحبوب? انا بضيف منه في حدود مسلا زي فنجان قهوة كده على الحبوب. يعني مما يوازي تلات اربع معالق منه على الحبوب. وبخلطه زي ما انتم شايفينه كده معايا. آآ على الحبوب. وكل ما اجي بقدم الحبوب دي لطيور بحاول ان انا اخلطها تاني. بس انا اخده بالكو. لما بخلطه على الحبوب لازم اضيف آآ يعني بصوا ربع معلقة آآ آآ زيت زيت زتون ممكن زيت نعناع ممكن. علشان اقدر انه الخلطة دي تقدر تمسك الخلطة الطبيعية في مية في المية دي اللي هي بتحفزه محفزه مقصد للطيور. عشان تقدر آآ تمسك في الحبوب. وما تقعش منها وبانا اعتبر برمي فلوسي على الارض. لانها هتترصف في القاع مثلا الحاجة اللي انا حط فيها الحبوب. فنخلي بالنا من النقطة دي. لازم لازم لو احطها على الحبوب لازم اعفرها بزيت زتون او زيت آآ نعناع دول افضل لهم يعني. تمام ولا حابب يرجع لاهمية الزيوت للطيور. آآ في فيديو برضو يطلع في الاي لاهمية الزيوت آآ لطيور. وبرضو هيزهر في المزيد تحت الفيديو اسفل الفيديو منتها. يعني اتمنى يكون فيديو النهاردة كده يكون عجبكم واكتبولي في التعليقات تجربكم مع خلطة التحديد. خلطة التحديد يا جماعة كمان بتخلي الطيور ما ملحش عندنا وتخلي تاكل ونفسها تبقى مفتوحة. فيها كالسيوم فيها خميرة فيها آآ املاح وفيها احماض وفيها آآ كالسيوم طبيعي وبوتاسيوم وفيها محار وفيها رمل. كل المكونات دي كل المكونات دي بتشتغل حلوة قوي قوي في حوايصلة الطيور. وخلي بالكو خلطة التحديد دي كمان او التمليح او المحافز الطبيعي ده بيزود البد آآ بطريقة كبيرة جدا جدا وبيخلي الزغاليل سحيطة حلوة قوي. وزي ما انتم شايفين التخصيب عنده الطيور بيبقى يعني تحفة وروعة وما بنعاش بقى اهم من انا اجيب سلانيوم والكلام ده. بس تخدمها دي عاجز تخدموها على الحبوب زي ما انتم عايزين. وبرضو احنا بتفضل قدام الهطيور وقت طويل فيه الاكالة مفيش اي مشكلة. اشوفكو على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مستنياكو في التعليقات. ننسوش اللايك وشير والاشتراك في القناة.